أعزائي المشاهدين معنا الدكتور غسان خلف من لبنان هو مدرس في علم اللهوت أهلا وسهلا دكتور غسان شكرا في هذه الحلقة رح نتحدث عن الكتاب المقدس والكتاب المقدس يقسم إلى قسمين العهد القديم والعهد الجديد والشخص اللي بيقرأ في كلمة الله في الكتاب المقدس أحيانا بواجه بعض الصعوبات في فهمه أو من خلال قراءته للكتاب المقدس فما هو ردك على هذا الموضوع صحيح عادة هناك صعوبة في فهم الكتب القديمة والكتاب المقدس كتب من بداية ما كتب 1300 سنة قبل المسيح من موسى إلى المسيح إلى 100 سنة بعد المسيح أي من قبل 1900 سنة وهذا يعني أن هناك فاصل زمني يفصلنا عن الكتاب المقدس وهذا يجعل بعض التعابير وبعض الأحداث التاريخية صعبة لفهمنا لأننا نحن لا نعيش بوضع معاصر لتلك الأيام ولكن معظم الكتاب المقدس واضح وسهل ويدلنا على الخلاص في الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة